نبدأ بحمد الله ونستعين به ونستغفره ونطلب لدى منه سبحانه سين سؤال هل يمكن الحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض الرؤية بالنظام الغذائي؟ الجواب المختصر نعم تناول نظام غذائي متوازن ممكن يساعد في مكافحة أمراض العين زي الضمور البقعي المرتبط بالعمر واعتام عدسة العين وجفاف العين والتفصيل من توصيات جمعية البصريات الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لطب العيون واللي وصت بخمس عناصر غذائية رئيسية لدعم صحة العيون وأولهم اللوتين والزيكسنتين وهي مضبطات أكسادة موجودة بشكل أساسي في الخضرات الورقية والطماطم واللي ممكن تقلل من خطر اعتام عدسة العين وأمراض العين المزمنة التانية الخبراء كمان وصوا بفايتامين سي وهو كمان أحد مضبطات الأكسادة واللي ممكن تبطأ تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر وفقدان حجة البصر كمان من العناصر المهمة فيتامين إي وهو أحد مضبطات الأكسادة الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات وبدوره بيحمي أنسجة العين السليمة من أضرار الجزور الحرة العنصر الرابع وهو الزنك وهو معدن أساسي موجود في المأكلات البحرية والمكسرات وبذور السمسم والطحينة وبدوره ممكن يحمي من ضعف البصر واعتام عدسة العين ولا ننسأ أهمية أحماض أميجا سري الدهنية والموجودة بشكل أساسي في الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور واللي بتعتبر ضروريا صحة العين ودعم التطور البصري والغدد الدمعية ويفترض ملاحظة أن مضادات الأكسادة هي المفتاح وهي القاسم المشارك بين كل العناصر وهي أفضل عنصر غزائل صحة العين بالإضافة طبعا لدهون أميجا سري الدهنية ومن هنا ممكن نخصص 6 أطعام رائعة ومهمة لصحة العين بجانب الجزر طبعا ونبدأ بالبروكلي والأرنبيت واللي بيعتبر مستودع لفيتامين جين بيحتوي البروكلي الخام على 81.2 ميلي جرام من فيتامين سي وهو حوالي 90% من احتياجات الجسم اليومية فيتامين سي هو مضاد أكسادة بيقلل من الإجهاد التأكسودي في العين وبيساعد على منع إعتام عدسة العين كمان بيعتبر البروكلي والأرنبيت مصدر جيد لفيتامين ألف واللي بدوره بيساعد على منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر والشيخوخة فيه كمان عنصر غزائي بيعتبر أقل شعبية وبيسمى السيلفورافان واللي وجد أنه ممكن يعز الصحة العين فلوه تأثير إيجابي على تطور المرض في الطرابات العين الشائعة زي الجولوكوما كمان من الأطعمة المهمة لصحة العين واللي مش واخد حقها هي البطاطا الحلوة لأن لقب أفضل غزاء لصحة العين استحوذ على الجزر من فترة طويلة وده لأن الجزر غاني بمضاد أكسادة بيسمى البيتا كاروتين ولا شك إن الجزر بيحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين ولكن البطاطا الحلوة بتحتوي في الواقع على المزيد من الصبغة المفيدة دي وهي السبب في لونهم البرتقال الغني بتوفر حصة من الجزر المسدوق حوالي 8.3 ميلي جرام من البيتا كاروتين في حين بتحتوي نفس الحصة من البطاطا الحلوة على 11.5 ميلي جرام البيتا كاروتين مهم لأن الجسم بيحوّب الفيتامين ألف وهو مهم للرؤية الجيدة كمان البيتا كاروتين بيساعد العين على التكيف مع الإضاءة المنخفضة الطعام الثالث في قيمة الأطعامة المفيدة لصحة العين هو الكرومب أكاديمية التغذية بتصف الكرومب كواحد من أفضل الأطعامة لصحة العين وبيقترح المعهد الوطني للعيون أن الكرومب ممكن يكون أفضل لصحة العين من الجزر الكرومب قوي بشكل خاص بمبادات الأكسادة اللوتين والزياكسنتين علشان كده ممكن يساعد على تقليل الأضرار المرتبطة بأشعة الشمس على أنسجة العين وتقليل مخاطر ومشاكل العين المرتبطة بالتقدم في العمر والشيخوخة ولا يمكن إهمال أهمية الأسماك الدهنية زي السردين والسلمون والماكريل ومحتواهم من الدهون الصحية بترتبط أحماض أميجا سري الدهنية بشكل شائع بصحة الدماء ولكن هي كمان حيوية لصحة العين الأسماك الدهنية ثابت أنها بتوفر فايدة لصحة العين للجنين في وقت مبكر من الرحم علشان كده ينصح بتناول الأسماك الزيتية للأمهات الحوامل كمان تبين أن حصتين بس من الأسماك إسبوعيا بتقلل من خطر تلف الشبكية أما المكسرات فهاية بتعتبر من الأطعامة الممتازة لصحة العين والرؤية لأنها غنية بالمواد المغزية زي فيتامين إي والزينك وأحماض أميجا سري الدهنية وهي كمان بديل ممتاز وفعال للأسماك أظهرت الأبحاث أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ممكن تساعد في تحسين مرض جفاف العين واعتلال الشبكية عند مرضى السكري ولا ننسى فيتامين إي وهو أحد مضادات الأكسادة الموجودة عادة في الدهون الصحية والذي بدوره يساعد في تقليل الإلتهاب والحماية من أضرار الجذور الحرة محتوى المكسرات من الزينك هو مهم لصحة العين لأنه يتركز بشكل خاص في شبكية العين وأخر طعام معنا في القيمة من الأطعامة المهمة لصحة العين هو البيض وبشكل خاص بيعتبر صفار البيض مصدر حية والنوع من الكاروتينويد بيسمى اللوتين وثبت أن اللوتين بيقلل من أمراض البقع الصفراء المرتبطة بالعمر يمكن لمواد اللوتين والزياكسنتين وهو كاروتينويد تاني موجود في البيض تحسين الصباغ البقعي واللي عادة بيكون منخفض عند كبار السن وهو أحد عوامل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر واللي بيسبب في فقدان الرؤية التدريجي وأحيانا الكامل مع التقدم في العمر في النهاية بنأكد أنه لا يوجد طعام واحد ممكن يمنحك رؤية خارقة ولا بديل عن النظام الغذائي المتوازن واللي لازم يشمل مجموعة متنوعة من الأطعام النباتية والبروتينات والدهون الصحية أتمنى تكون المعلومات مفيدة وقيمة وبس كده نكتفي بهذا القدر ونراكم على خير